السلام عليكم لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة بعد ذلك ننزل الى الاسفل الى طرق الالتقاط بعد ذلك نقوم بتفعيل هذا الخيار كما تشاهد زر الغالق العائم يظهر الزر الخاص بالتقاط الصور ويمكن تحريك هذا الزر اينما تريد للتحكم في الهاتف بسهولة اثناء عملية التقاط الصور والميزة الثانية الموجودة في الكاميرا خاصية التعرف على المنتج تفيد هذه الميزة في التعرف على المنتجات عن طريق الصور واعطاء معلومات عن المنتج الذي قمت بتصويره على سبيل المثال قمت بالتقاط صورة لرموت موجود في المنزل او اي شيء اخر تقوم باختيار الصورة تنتظر قليلا سوف يظهر لك بعض المعلومات عن هذا المنتج واسم هذا المنتج واين تجد شراء هذا المنتج لكن تحتاج هذه الميزة ان تقوم بتثبيت تطبيق هذا التطبيق تابع لشركة جوجل اسم هذا التطبيق عدسة جوجل ايضا يوجد ميزة اخرى هي ميزة محسن المشهد تفيد هذه الميزة في مسح المستند بمجرد توجيه الكاميرا على الورقة تتغير الكاميرا على النص ويمكن تحديد النص الذي تريده في حالة المذاكرة مثلا وتريد حفظ جزء من الورقة يعني لا تريد تصوير الورقة كاملة ايضا يوجد ميزة اخرى هذه الميزة اسمها صور HEIF عند تفعيل هذا الخيار يتيح لك تصوير صور بجودة عالية وبحجم صغير كما تعلمون في العادة عندما نقوم بتصوير صورة ان تنسيق هذه الصورة يكون بجودة جي بي اي جي ويكون حجم هذه الصور كبير نوعا ما لكن عند تفعيل هذا الخيار يمكن التقاط صور بتنسيق HEIF وبجودة عالية وبحجم اصغر ايضا يوجد ميزة لكن الكثير من الناس يعرف هذه الميزة عندما نقوم بالذهاب الى التيرس مسح رموز QR بعد توجيه الكاميرا على رمز QR ايضا ينظر لمنتج معين او كتاب معين او ما الى ذلك تقوم الكاميرا بقراءة هذا الرمز واذهار الاحرف او الكلمات الموجودة في هذا المنتج واخر ميزة في هذا الفيديو ميزة خطوط الشبكة عندما تقوم بالذهاب الى التيرس تنزل الى هذا الخيار قم بتفعيل خطوط الشبكة الان لو قمنا بالرجوع الى الاسفل سوف تظهر على الشاشة خطوط ما فائدة هذه الخطوط على سبيل المثال اريد ان اقوم بتصوير صورة واريد التحكم في بعض المؤثرات الخارجية الموجودة في هذه الصورة يعني اريد جعل هذه السماعة مثلا على حافة هذا الخط في المنتصف او اريد جعل هذه السماعة في حافة الخط العلوي كما تشاهد يمكن الضبط كما تريد ارجو ان تكونوا قد استفدتوا من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالموت والاشتراك في القناة